تصرحات ريكاردو سوارشل مدير الفني للنادي الأهلي بعد مباراة إسترن كامباني بعد التعدل سلبياً النهاردة تصرحات أنا مش عارف أهل التصرحات دي ولا لا أرقام الأهلي معي أفضل مما حققه الفريق قبل حضوري ده أنت أتمش يجب أن نستمر في العمل واللاعبين الشباب والناشئين يحتاجون إلى ثقة لرفع كفاءته كابتر رضا أنا بصراحة ده أنت جاي تأكل عيش يعني أقلولك لعب الناشئين لعبت مفروض أنت تآوي لا أرقام الأهلي في إيه يا جماعة يعني أفضل مما حققه الفريق قبل حضوري ده أنت بتطلع الناشئين ده أنت المطش اللي بعديه يعني أنت لعبت المطش اللي اتحب بثلاثة أربعة جيت المطش اللي بعدها ملايك شربتين جايز بيتكلم على عدد الأهداف يعني آخر طوام مطشط ناسا ما دخلش فيه ولا جؤوله أنا مالي ما يخش فيها جنين تلاتة بساك سب هو النهاردة جاب جوان النهاردة جاب جوان ما جابش جوان هو أنت عارف يعني عمال يضحك على جميع الأهل ويدحك عليه النوع طيب كابتر أبو الده يعني شاف أنه بيرمي كله بيرمي على بعض لكن أرقامي وتعيد أنت خسران كاس أول ما جيت ضد الزمال هو بيتكلم أنه ما دخلش فيه جوان وأن الأداء بيتحسن لا صعب يعني أنا مش شاف أنه يعني هل هو قال كده فعلا آآ يعني أدي تصرحات في المؤتمر الصحي ده أنت حتى بتكسب أو بتتعادل أو بتكسب بالفرق اللي هي هبطة بشكل كبير طيب الجزء الثاني يجب أن نستمر في العمل ولا بين الشباب والناشئين يحتاجون إلى ثقة لرافع كفاءتهم كابتر ده هو بيديهم لا بيطلعهم يعني زياد طريق النهاردة ما يطلعش وبعدين فين أحمد غريب وفين ميدو اللي هو الباكليفت اللي كان بيلا في نص المالحة فين الرجالة دي يعني أنا كلام بيعني هو بيستسمع بيه كابتر نابود ده يعني أنا قلت أتمنى أنه بعد مباراة الاتحاد أنه كان يدي للشباب لأنه عمل مباراة كبيرة جدا بصرف النظر على الاتحاد كان كويس أو وحش لكن الشباب يعني عملوا مباراة كبيرة وممكن أحمد السيد غريب أحرز هدفين الجمال جدا زياد طريق أحرز هدف من أحلى الأهداف اللي موجودة في الدوري أنا قلت أتمنى أنه يشارك بالناشئين حتى في مباراة النهارة المصري أيا كانت النتيجة طيب هو عامل إحصائية بيرض فيها على أرقام الأهلي معي أفضل مما حققهه الفريق قبل حضوري لكن الأهلي لم يفز في ثلاث مباراة متتالية في الدوري منذ عدة شهور وفي آخر 12 مباراة قبل أن آتي إلى هنا الفريق سجل 17 هدفا وتلقى مرمى عشرة أهداف وبعدما جئت سجلنا 16 هدفا وتلقينا أربع أهداف هو لعب كم ماطس هو بيقولك بالأرقام لا لعب كم ماطس ده 17 دولة طبق دوري هو لعب 12 هو بيكلمك على الـ 12 الفترة بتاعة موسيماني بيكلمك في 12 مباراة طب الفترة بتاعة موسيماني كان الأهلي جاء في 17 جن بس هو كان آه هو بيقولك الأحصائية 17 هدف وعشرة جوال دخلوا في النادل آه وبعكسه هو بقى هو بيكلمك إن إحنا سجلنا 16 هدف ودخل مرمانة أربع أهداف كسب كم مرة يعني لعب كم مباراة كسب كم مباراة وخسر كم مباراة وتعادل كم مباراة ده اللي يقوله إنما إيه الأهداف أنا ماليهم الأهداف برشلونة بيكسب خمسة أربعة بس بيكسب ريال مدريد بيكسب أربعة ثلاثة بس بيكسب آه بيخش فيه تلت تجوان وأربعة تجوان بس بيكسب إنت إنت أبقى جاي وأنا بقولك وهو حقا جاي مسلا وعارف الناد الآلي هيهبط ولا حاجة وهو بيلعب مدافع وفرحان إن هو ما دخلتش فيه الأربعة تجوان كامت أنا بوده يعني ده الكلام ده بيعجل بمشيه بالناد الآلي أس لك معنا ما لابقول لك هو لازم يمشي بعد التصريحات ده لازم يمشي لأن الناد الآلي بيلعب على بطوله ما بيلعبش إنه يكسب ويخش فيه أجوان أو بيجيب أجوان طبيعي أن النادي لديه يكسب كله مباراة يكسب فيه أو ما يخشش فيه هدف هو ده اللي احنا بنقوله لكن هو كده لأ تصراحاته ده يعني النادي لديه الكبير عليه لن أتحدث عن الفريق الذي كان يلعب قبل ما جيئي إلى الأهلي لأنه ليس الفريق الحالي مع أنه ده يعني يتناقض مع الكلام الأرقام اللي هو كان قيله وأنا سعيد باللعبين وهم يستحقون مني كل الاحترام ولن أنسى الأسيين الذين حصلوا على راحة بقرار صعب لأننا نفكر في المستقبل ده لو قعد وذلك حتى إذا كنت سأضع نفسي أمام أي اتهمات ولكني غير قلق يعني مش الآن ان شاء الله قريب مش هتشوف قريبا جدا مش هتشوف لأن الراجل ده واتشكله كده أنه هو مفكر نفسه ماسك فرقة مثلا بتصرع الهبوط وبعدين الأساسيين واللعبة اللي أنت بتلعبه أنت مفيش أداء ممكن النهاردة إلى حد ما كان فرصة لحسام حسن والزياد طار بس إنما قبل كده أنت فين في مطش المقصة أنت كسبت المقصة حتى قبل كده في الدورة 1-0 بالعافية وآخر فرقة كسبت الجنة 2-0 بعد تلعبه الروح وفرقة بتنفس على الهبوط تعادلت مع المقاولين وبرضو بيطلع الروح يعني لا 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 بيبيع كلامي عم كابتر عبدال لأ هو آلي أسلامي صراحة قالك إن أنا تفرجت على النادي الآلي قبل ما تعاقد إن شفت لعيبة غير اللي أنا شفتها موجودين في الملعب ممكن قالك 5-6 لعيبة كنت معه جاب بيقوم لما تفرجت عليهم وتفرجت على فرقة النادي الآلي لما جيش إلى الملعب قالك لأ ده فيه 12 لعيب بعيد عن المستوى بشكل كبير في فترة اللي فاتل طيب هو لايب لغاية دلوقتي 13 مباراة فاز في 7 اتعادل في 4 بماتش النهاردة وخسر 2 سجل 11 هدف وطلقى مرمى 4 هدف دي الإحسائية اللي حالي ده كنت بتكلمني عليها على الخسارة والتعادل والمكس كسب 7 ماتشات 7 ماتشات هو ده الندلالي لا طب يتعادل 4 ماتشات ويخسر 3 أو 2 خسر 2 طيب لا النادلالي بيخسر ماتش في السنة كلها في السنة انت فوليتك خسرت كاس وهذه خسرت ماتشين هو يبقى انت عايزة تاني في الدور يبقى عايزة دوري ليه ولا هتتكلم في المستقبل ليه لا يصلح كابتنة بده لا لازم يمشى اسلام لا يصلح والزا ما بنقول صفقات لعيبة يجي لا مدير فن كبير للنادلالي وده اللي بيعمل له النادلالي ولكن في